يشهد فصل الشتاء إقبالا متزايدا على تناول الحلويات خصوصا لكنافة والمشروبات الساخنة المحلة فتكون النتيجة مزيدا من الوزن فبرودة التقس تشكل حافزا لزيادة الإقبال على استهلاك الحلويات من أجل بعث الدفء في الجسم كما يقال ويعلل بعضهم كثرة الإقبال على استهلاك الحلويات في فصل الشتاء وبالشعور بالجوع المتواصل لذلك السؤال هنا لماذا تزداد شهيتنا لتناول الحلويات في فصل الشتاء هذا ما سنتعرف عليه أكثر اليوم في هذه الفقرة الصحية مع الدكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب أهلا وسهلا فيك مع الدكتور محمود يسعد صباحك يا رب يسعد الله صباحك وصباح المشاهدين اليوم نحكي عن موضوع مهم وهو موضوع قديم جديد يعني يحكى فيه كل عام ودائما موضوع الشراهة في تناول الحلويات في فصل الشتاء السؤال هنا لماذا تزداد شراهتنا تجاه تناول الحلويات في هذا الفصل شوفوا موضوع الإقبال على الحلويات هو يعني فيه جزء منه أسباب لها علاقة بعمليات الأيد في جسم الإنسان والجزء الأكبر له علاقة في العامل النفسي أنه إحنا خلاص عندنا المخ تبرمج أنه لما يجي موسم الشتاء لازم إحنا نرفقه بموضوع الحلويات هو ليش الإنسان بيحتاج للتناول الحلو تحديدا في فصل الشتاء فصل الشتاء درش الحرارة مرخفضة درش حرارة جسم الإنسان من داخل 37 الآن الجسم أمامه خيارين إما أنه ينزل درش حرارته إلى درش حرارة الجو وطبعا هذا راح يفقد الحياة أو أنه يحافظ على درش الحرارة الموجودة اللي هي 37 عشان يحافظ على هذه الدرجة يريد طاقة ففيه أمامه خيارين إما يحصل على الطاقة هذه من الأكل الخارجي وهذه بالنسبة له أسهله أو أنه إحنا نتركه يشتغل على ذاته من خلال حرق الدهون فالأسأل أنه أنا أروح أتناول الحلويات طبعا الحلويات المشكلة بالسكر السكر الأبيض هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز فأنا بأخذ شيء على السريع بروع الخلية تمام وهيزيد عندي إفراز الأنسولين وهيصير عندي شراهة أكتر لأنه إنسولين بنفرز جلوكوز بدخل وفيه إنسولين ضايل فبدا تطر أكل وهضلنا ألعب لعبة القط والفار تمام لعند الأسف ما يزيد وزني وأطلع من فصل الشتاء بزيادة مخيفة اللا سيما أنه معظم الناس بكونوا قاعدين في البيوت معظم الناس بلبسواعي في طفوضة بتبين العيوب ما بيجي فصل الربيع نحن نصح على كارثة كبرى وبيننا نبدأ نعمل ضايت ونزبط حالنا ولكن الحقيقة العلمية أن فصل الشتاء هو فرصة ذهبية لمن يريد أن يحافظ على وزنه أو ينقص وزنه كيف ذلك؟ يعني اشرح لنا هذا الموضوع الموضوع بسيط جدا نحن اتفقنا أنه أنا بفصل الشتاء بدي أكل عشان أنا أدفي جسمي تمام؟ أول شيء فيه معتقدات خاطئة أنه أنا كل مكلت حلويات أكتر رح أدفي جسم أكتر لا أنا كل مكلت أكتر رح يتتكون عنده دهون أكتر ورح في عنده سمنة أكتر ورح يصير في عنده أمراض أكتر ولكن يجب أن أتعامل مع جسمي بذكاء تمام؟ ما هو الشيء اللي أنا بدي أكله في فصل الشتاء؟ أول شيء لازم أغير أفكاري أنه فصل الشتاء هو الفصل الحقيقي اللي أنا أبدأ أضبط فيه جسمي وبالعكس اليوم أنا كمان لكثير من الناس اللي بتعرضوا لموضوع التنمر في موضوع إنقاص الوزن والكلام اللي لا يوجد لازم من الناس الآخرين لأ فرصة أنه أنا لا أحد يشوفني بالشتاء ما بيجي فصل الربيع اللي أنا مزهر كالأزهار يعني بطلع بشكل جديد مفاجئ للناس اللي ممكن كانوا رح يحبطوني في فصل غير فصل الشتاء القضية بسيطة جدا فلينظر الإنسان إلى طعامه تمام؟ اليوم أنا بدي أكل في فصل الشتاء هو إيش هو الأكل؟ أكل مقومات الأكل أو خلنا نقول مغذيات الكبرى كربوهايدريت ودهون وبروتين وطبعا فيتامينات ومعادن وألياف والماء الآخرين الآن المشكلة الكبرى في تناول كربوهايدريت السكريات بأنواعها أنا في فصل الشتاء بدي ألجأ إلى تناول سكريات معقدة بحيث نصير دخولها في جسم الجسمي بشكل بطيء حتى ما يصير عندي ردة فعل الجسم كبيرة بإفراز الإنسولين وصير في عندي زيادة الوزن أو حتى شراها في الأكل بس أنه أنا بدي أدور على مثلا الحبوب الكاملة يعني بدل ما أكل خبز أبيض بدل أكل خبز قمح بدل ما أكل كميات كبيرة من الخبز لأننا للأسف في المجتمع الشرق الخبز شيء أساسي عندنا نحاول ندخل حاجات تانية زي الخضروات والفواكه وأن كل الخضروات والفواكه في فصل الشتاء بالضعف الحمضيات فيها كمية كبيرة من الماء فهي تساعد على الإشباع الخضروات الشتاء الملفوف والبروكلي والخس كله والجرجير والفجل هذا كله بساعد على إنقاص الوزن فمعناته أنا في عندي فرصة أكبر وأنا تناول كمية أكل تحتوي على كمية كبيرة من الألياف راح تديني الشعور بالشبع زائد الخبز القمح الكامل بتضل القضية الخطيرة هي موضوع السكر تمام؟ اليوم لو أنا بدي أعمل حلبة بدي أحط على قطر والقطر جاء من السكر بدي أعمل عوامة الآن فيه اعتقاد برضو خاطئ عند الناس بيعتقدوا أن الحلويات المشكلة في الدهون أو في الزبدة المضافة عليها أبدا المشكلة في القطر المشكلة في السكر وليس في الدهون لأنني إستخدام الدهون طبيعية أو زيوت طبيعية راح الجسم يتفاعل معها أو يتعامل معها بعكس الدهون المهضرجة بينما الخطر الأكبر في موضوع السكر طبعا فيه بديل عن السكر طبعا فيه بديل عنه فيه بديل طبيعي على سبيل المثال فواكه يعني ممكن أن أعمل كيكب الطمر مثلا فيه عندنا بديل اللي نتبنى وننصح به واليوم العالم كله يتجه نحو ذلك هو نبات الستيبيا أو محل الستيبيا موجود في المولاد في قطاع غزة وربما إحنا سبقنا للعلم في فلسطين سبقنا بعض الدول في اكتشاف هذه النبتة ووجودها في السوق المحلي طبعا اسمها السيبيا نفيس كالوري موجود في المولاد في الصيدليات ومش هيك وبس وعملنا منها قطر موجود قطر برضو لمرض السكر للناس اللي لا بدها تدور على سعرات حيرية كتير للناس اللي تحافظ على وزنها للناس اللي تبحث عن الصحة في ظل أننا اليوم كلنا ندور على جهاز المناعة لكن دوري أنه أنا أبحث وما ألتفتش إلى الأفكار اللي إحنا تربينا عليها والمعتقدات الخاطئة لأنه الشركات هذه اللي بتروج للسكر ما هي لها مئات السنين بتروج لهذا الموضوع طيب تحدثت عن نقطة مهمة دكتور محمود هو أنه الناس يعتقدوا أنه عند تناول حلويات فهم هيك بيدفوا جسدهم هل فعلا الحلويات بتدفي الجسم الإنسان أما أنه إحساس وهمي شوفي هو وإحنا حكينا أنه السكر جلوكوز وفركتوز الجلوكوز راح يدخل الخليف راح يديني الشعور بالفعل أنه أصار عند طاقة والفركتوز اللي اكثار منه راح يعمل لي مشاكل على الكبد ولكن أنا جسمي قديش يحتاج هل أنا بأخذ الكمية اللي بيحتاجها جسمي ولا أنا بأعمل حالة إفراط لأنه ألا من أتناول الحلويات طب هو أنا زي ما قلت لك ببشعرش بالشبع بالعكس بشعر بدي أكل بزيادة بعكس مثلا لستيفيا لو أنا بأكل إش حلو تمام ولكن ما فيه سعرات يعني إيش الفرق بين لستيفيا والسكر أنه السكر أول شيء هو جاي من القصة بالسكر ولكن منزوع كل القيم الغذائية تبعته وضل عنده جلوكوز وفركتوز بينما لستيفيا أنا بدوك طعم حلو يعني أنا بدي الشعور لجسمي أنه أنا أخذت إش حلو فبيجي الجسم بده طاقة لأنه مفترض أنه دخلت له هو يعتقد أنه دخلت له سكر بس في الحقيقة مش يلاقيه طب وين بدي يروح؟ ها يضطر أنه يحرق الدهون المخزنة في الجسم من هذا اللي أنا بدي إياه أنا بدي أن يصير عندي حرق داخلي للجسم وديك معلومة حتى بعيد عن موضوع الغذاء حتى الرياضة في فصل الشتاء أفضل من الصيف وهذه الدراسة عملت أنه لقوا أنه معدل حرق الدهون في فصل الشتاء أكثر من ممارسة الرياضة في فصل الصيف جميل طيب تحدثت أنه من ضمن أضرار الإفراط في تناول الحلويات يا زيادة الوزن لكن هناك أضرار أخرى للإفراط في تناول الحلويات ما هي؟ أول شيء أنه نحن ندخل جسمنا مكون غير طبيعي السكر لما يتم نزع كل القيم الغذائية تبعته أصبح غير طبيعي وطبعا في دراسات كتير تحكي عن مدار السكر هذا رقم واحد الآن الشراهة في تناول السكر رح يؤثر على زي ما قلنا السمنة الضغط مرض السكر نفسه مشاكل في الكبد وغيرها من الأمراض التي تسوس الأسنان هذه كلها مرتبطة بالإكثار من تناول الحلويات هنا دورنا أنه نبدأ نعزز ثقافة العودة إلى الطبيعة لأنه ليس لنا اليوم مش أنا بقول العالم كله قاعد بظل أزمة كورونا وكوفيد 19 بقول العودة إلى الطبيعة ولكن كيف نعود إلى الطبيعة بشكل صحيح هو موضوع أنه ننتقل من عالم إلى عالم مش سهل ولكن في الآخر هذه مصلحتي أنا أريد أن أبحث عن مصلحتي يعني حتى في موضوع موضوع اقتصادي أنا ممكن أخسر شوية اليوم أحسن مخسر صحتي بكرة بالتأكيد طيب ما البديل إذن عن الحلويات لتعويض الطاقة في جسم الإنسان؟ يعني أنا أحكي لك شيء في عندنا حاجات بسيطة جداً زمان أهلنا كانوا يعملوها أول شيء التلبينة مثلاً التلبينة هي مدفئة ومفيدة للقلب وهي طبعاً من الشعير الشعير والحليب والعسل في عندنا العصيدة برضو من الأكلات القديمة اللي إحنا أهلين ممكن إحنا نسناها اليوم في عندنا الطمر مثلاً الطمر مع زيت الزيتون بنجلس صبح مع شوية جرفة الناس اللي بيطلعوا بيشتغلوا زمان كانوا بيأخدوا بيقلوا الطمر مع زيت الزيتون أو الرطب مع زيت الزيتون ويضافوا عليه قليل من القرف ويكر هذا بدينا الطاقة هذه هي البداء الطبيعية اللي إحنا بندور عليه لكن أنا زي ما قلت لك اليوم إحنا ممكن نعمل أنا أدي لك مثال كريب مثلاً اليوم في شيء اسمه كريب طبعاً يمكننا عمل كريب بالجمح يعني بدال من الكريب أعملوا بالطحين الأبيض مع العلم أنه هيجي واحد يقول ما هو التنين نفس السعرات أنا ما بدورش على السعرات أنا بدور على القيمة الغذائية أنا بدور على شيء ما يتحولش لسكر في عشر دقائق خليه يتحول بعد ساعتين حتى الجسم يكون منطقي ويكون التعامل معه بإنسيابية ويكون فيه عندي ألياف اللي ممكن تاخده الكوليسترول وتنزل فممكن أعمله بالقمح الشوكولات طبعته بارضو فيه شوكولاتة بالسي فيا يعني أنا مش بروج لمنتجات ولكن بروج لأفقار يعني أنا بروج لأفقار اللي هو على سبيل مثال نباتل السيبيا كونه محل آمن ولا يحتوي على سعرات حرارية فإمكاني أنه أنا ألجأ إله كذلك زي ما حكينا الفواكه ممكن أعمل كيكة بالفواكه فإحنا ما بدأ أقول أنه نحن بدأ نكون يعني 100% نعود إلى الطبيعة بس خلنا 60% يعني نحاول أن نقلل قد ما نقدر طيب هذه نقطة جميلة أنه إحنا بنا نمشي بالتدريج حتى نتخلص من هذه العادة عادة تشارها في تناول الحلويات بما أنه رح نمشي بالتدريج فما هي الكمية المسموح بتناولها من الحلويات سواء يوميا أو أسبوعيا هذه تختلف من شخص إلى آخر حسب وزنه طبعا والمعايير العلمي اللي بعرفوها خصوصين تغذية لكن بشكل عام الكربوهيدريت الجسم يحتاج إلى 55% كربوهيدريت تمام هذه الكربوهيدريت بدأ أحاول دائما أبحث عن السكريات المعقدة يعني مثلا زي ما قلنا زي الحبوب بقشورها زي النشوة مثلا السحلب السحلب كثير كويس فصل الشتاء لكن يضاف إليه السكر أيضا بإمكاننا أنه إحنا شوفي أنا بديش أقول أنه إحنا منستخدمش السكر بالمرة يمكن تتعويض عنه بالعسل بالعسل ما هو العسل مكلف برضو هو في الناس منظروها يخذ بالك بموضوع مادي حقيقة يعني أنه السكر رخيص الثمان المدى البعيد يوفر وهذا اللي إحنا بنقوله يعني أنا مثلا اليوم لو أنا بدي العسل حقيقة أنا لا أنصح الناس أنهم يضفوه على شيء ساخن ليش لأنه العسل الطبيعي بعد درج حرارة 40 رح تتحلل بعض الأنزيمات اللي فيها العلاج العسل يؤكل بارد تمام يعني أكله بالمعلقة أو على ماء دافئ وليس على ماء ساخن وعن موضوع السوائل خليني أعرج على شيء مهم كثير من الناس بيعتقدوا لما أنا أشرب إشي سخن أنه أنا بدف في حالي هذا معلومة خاطئة سواء أنا أخذت إشي سخن أو إشي بارد لازم يصل لدرج حرارة الجسم 37 لو أنا أخذت إشي سخن كتير أو إشي بارد كتير رح يملك عسل هضم لأنه رح يصير عندي اضطرابات في الجهاز الهضمي لذلك إحنا لا بنقول اشرب إشي سخن ولا بارد كتير ولا بارد كتير الوسط بحيث أنه الجسم الإنسان يتقبله فموضوع المشروبات في فصل الشتاء برضو يمكن أن مشروبات هي نفسها مدفعة القرفة مثلا القرفة طعام حلو ومشروب مدفئ في فصل الشتاء ومضاد للالتهابات واوة لآخرين من الفواد الصحية اللي احنا بنعرفها الزنجبيل في فصل الشتاء جيد لأنه من المشروبات الحارة إضافة الشطة نوعا ما يعني عشان الناس اللي لا يتحملها برضو يبدأ دين حرارة في الجسم فممكن تدين شعور بالدفئ ففي حاجات كتير ممكن أنا يعني أفكر فيها أحاول أنه أنا أقلل نوعا ما من تناول الحلويات اللي في الآخر راح تؤثر لكن ما بتقدر تنصح بكمية محددة أو كمية معينة من تناول الحلويات شوفي بالنسبة لموضوع السكر الحد الأدنى يعني الحد الأدنى أنه أنا محرمش حالي وما أشعرش أنه أنا محروم ولكن إذا في عندي بديل فهو لا بأس يعني مثلا لما أنا بدأ أشرب شاي أنا مثلا بضيف على ستيفيا ممكن أشرب كاسة أو تنتين أو أي نوع من الأنواع الأزهرات لك لو واحد بده ياخد سكر لا بده يحط الحد الأدنى تمام بده يحلي بعسل بس ما يكونش ساخن كتير طيب دكتور دائما نسمع أخصائي التغذية وحضرتك يعني بتنصحه بالفواكه بالفواكه طبع أيضا الفواكه الأكثر منها يؤدي إلى مشاكل صحية في الجسم كل شيء في الدنيا بزيد عن حده بنجلب ضده تمام ولكن الحلوي الفواكه بشكل عام تحتوي على سكريات طبيعية يعني ممكن تلاقي في الفواكه هذه ساكروز وممكن وفراكتوز وغيره من السكريات ولكن هي سكريات طبيعية الآن في فصل الشتاء معظم الفواكه الشتوية نسبة الماء عالية فيها يعني بكون السكريات محللة في ماء محللة في الماء تمام محللة في الماء لكن أنه أنا مثلا أتناول على سبيل مثال الطمر مثلا أو أتناول العنب بكميات كبيرة طبعا في الآخر رح يؤثر رح يزيد الوزن ومريد السكر رح يتضرر لكن في فواكه يمكن التعامل معها بشكل أكثر أمانا من فواكه تانية ولكن هذا لا يعني الإفراط في تانية وبعدين يمكن أنا أقول لك شي في بعض الأحيان لما أنا بقول لشخص الفواكه مسموحة نفسيا بتريحه لكن ماديا مش رح يتريحه ليش أنه مش هيقدر كل يوم يجيب طفاح يعني مش هيقدر كل يوم يجيب ولكن دائما التقييد مزعج تقييد لأي شخص يشعر بالحرمان فبتصير عملية عكسية فبالحرمان طبعا لما أنا أقول له حبتين ممكن يصير يجع باله خمس حبات لكن لو أنا قلت له أوكي مسموحة ممكن ما يقول حبة يعني فإحنا كبشر ما بنحب حد يقيدنا صحيح فباقي كما أقول له ممنوع يعني الآن لو أنا قلت لو ضلتنا أقول من هل السنة الجاية لحلويات ممنوع مين ولا حد ولا حد يقتنع ليش لأنه وجد لي بديل لكن اليوم لما أنا يكون فيه عنده بديل آه بفكر في الموضوع صحيح التغذية العلاجية وطب الأعشاب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك